النجم كريم فهمي أهلا وسهلا فيك بكتاب الشهرة ده أنا مبسوط جداً علي أن أنا معك النهار حبيبي وهيدي أول إطلالة إعلامية إلك بالبدأ تقريباً تقريباً يعني بيروت من البلد يعني مش هايزة أقول البلد التاني والحاجات اللي بتتقال دايماً طول الوقت بس هي فعلاً من أكتر بلد لم أحب أجيها على مستوى العالم كله كريم بالمقدمة إلت أنه بيزاوي من زوايا هالحكاية رأبت راصدت وبنات هالجسر المتين بينك وبين حلمك بتقول رؤيتك كانت صائبة؟ أنا مبدئياً راضي بشكل كبير جداً لأن الرضا ده يعني أهم حاجة عموماً أن البني آدم يبقى بيمتلك الصفة دي تعالي نتكلم بقى على مستوى المهني والفني بتختلف شوية لو أنا راضيت عن نفسي ده معناه أن مش هيبقى فيه بروجرس مش هيبقى فيه تقدم فطول الوقت حتى الفيلم اللي أنا بعمله بشكل مثلاً سواء بطولة أو سواء كتابة تأليف بيبقى صعب جداً أن أنا أرضى عنه عشان اللي بعده بيبقى تحاول توصل للكمال واللي أنت مش هتوصله طول الوقت فالرضا لا طبعاً هل أنت حاسس أنت وصلت لحتى أنت كان نفسك تبقى فيها دلوقتي؟ لا أنا إن شاء الله عندي طموح في أكتر وأكتر بس بقول الحمد لله اللي أنا وصلت له يعني وصفحات كتاب الشهرة إن شاء الله رح يزيده مع الوقت أمين حبيبي ربنا خليك ربنا أول لمحطة بكتاب الشهرة الخاص فيك أكيد الطفولة أنت خلقان بواحد تشرين الأول عام 1982 صح؟ أربعة اتناشر اتنين وتمانين أربعة اتناشر بس في حدوتة كده أن أهلي خبرني سجلوني واحد عشرة عشان أخش المدرسة بدري ليه؟ عشان هو كان في مصر لو أنت سجلت بدري سنة بعرفش أبو يعملها إزاي غشوا شوي عملوا حاجة هم فدخلت المدرسة بدري بس يعني ما فدتنيش في حاجة عشان أسقلت في الجامعة سردين فدخلت بدري وظبطت تانية بيقولوا النضوج ما بيكون من العمر وإنما نتيجة ليلة من هيديك الليالي أين تنضجت؟ أنا شايف أنه دوجة بيجي هو بيرتبط بالعمر بس بشكل مختلف بيرتبط بالعمر في الخبرات الحياتية اللي أنت بتعيشها طول الوقت بتقول كريم أنك احتكات بالحياة على بكير؟ طبعا طبعا لو اعتبرنا أن سن الـ 14 والـ 15 ده بدري آه طبعا لأن الظروف حطتك في حتة أن أنت لازم تبقى مسؤول بشكل ما وين حطتك الظروف؟ حطتك أن أنت تبقى مسؤول عن نفسك بشكل ما من أول ثلثة سنوات وده مش عيب في أهلك لا بالعكس خالص بس حصلت لهم هما ظروف ما انفصل بشكل ما انفصلوا انفصلوا بشكل ما وكانت الظروف ساعتها مش متزبطة قوي فعشت الوحدي حبة كتير يعني من أول ثلثة سنوات وبدأت اشتغلت شغلانات كتيرة لغاية ما اعتمدت على نفسك في الشغلانات دي هادي بقى الخبرات الحياتية اللي انت بتعيشها بشكل ما سواء ان انت اعتمدت على نفسك وانت صغير سواء ان انت لعبت رياضة معينة فديت الخبرات سواء ان انت احتكت في شغل معين هادي الخبرات يعني بس كريم ما في شك انه بذكرياتنا في مشاهد هيك بس تمرق على البال بالتعبنا ولد عمره 14 سنة عاش انفصال امه وبيه هقولك على حاجة عشان نبقى صريح انا انا و احمد اخوي اخوي كبير احمد فهم كان ساعتها برضو يعني احمد اللي شاهد تقريبا كان عنده 18 رجل شاهد على الطلاق يعني هو قرر يوقع معا صحيح اه عادي يعني احنا الموضوع نفسه ما كانش يمضيقنا لان ساعات كتيرة جدا الطرفين كويسين والطرفين كويسين جدا 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 بس كان في الخلافات كبيرة باياك ولكن ما ينفعش مع بعض ده طبيعي وبتحصل دلوقتي كتير كمان ومش عقب في حد يعني ربنا حلل الطلاق يعني فما كانوش نافعين بشكل ما فاحنا كان بالنسبة لنا احنا كشباب او داخلين في مرحلة الشباب او داخلين في مرحلة الرجولة احنا كان بالنسبة لنا ان ده الافضل بكتير والافضل يمكن ما كنت الشايف الافضل غير ان انت ترى دماغك بس انا شفتها دلوقتي لما كبيرت في السن شفت مبدئيا ان من سن من احنا صغيرين لحد ما احنا كبار اهلي تعبوا جدا في تربيتنا لازم اقولك برضو معلومة جيدة تعبوا جامد يعني يعني احنا كنا تقريبا في احسن مدارس في مصر كانوا بيتعبوا وبيشقوا جامد ابويا راجل لازيز قوي كان ضابط عسكري صح؟ كان ضابط عسكري واستقال بس هو شخصيته مش كده منه صارم كده؟ لا 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 خلص صاحبنا اوي يعني بنحكي له كل حاجة والدنيا تمام احنا في فترة عاشناها مع بعض احنا التلاتة في البيت كانت يعني خراب وين الوالدي كانت؟ امي بعد فترة اتجوزت وبردو كانت قادة الوحدة المهمة فابوي واحنا صغيرين كان هون مسؤول دايما عن الفن الرياضة الكورة هو بيعرف يلعب كل الرياضات فخلنا نلعب كل الرياضات واهلاوي فاحنا اهلاوية جدا لعبنا كورة وبقيت لعبت كورة اهلي وزمالك ولعبت منتخب مصر النشيئين فهو اثر في الحتة دي على الناحية التانية المسؤولية بتاعتي امي بقى مش عايز اقولك انها صارمة بس ولكن هي المذاكرة والنوم بدري والصلاة وقرية القرآن يعني عارف التركيبة هم اللي كانت مش رجبين مع بعض بس عملوا تركيبة فينا احنا اعتقد فادتنا عتبتوا لوالدي لما تزوجت؟ متحكش عليك عارف السن الصغير برضو بيبقى ساعتها انا مش متخيل ان هي خباكت طلقت صغيرها فلما يبقى عندها اربعين وانا احد عمين سنة وحقها تتجوز سنت ساعتها بتبقى شايفها كبرت ازاي ومين ده؟ طبعا عملت انا مشاكل كبيرة بس لما كبرت فهمت ان الموضوع ده كان غلط كبير شو قلت اللي لأ امك؟ لا يعني بقى رابط زوج امك؟ لا 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 ما وصلتش لكده عشان ما شفتوش بس يعني متقفلناش بس بعد كده عايز اقولك على حاجة ام اللتي برضو ما كملوش بقى لكن الراجل ده انا حبيته اهوي جدا بعد كده وراجل كان محترم جدا وكان بيحبنا جدا وفهمت بعد كده ان اي واحدة محتاجة امان في حياتها وزوج ده طبيعي يعني لوالد ما تزوج؟ لا ابويا لذيذ ابويا تجوز كتير ماشالله لا ابويا جميل يعني ابويا متجوز دلوقتي لا ابويا لذيذ ابويا لذيذ يعني خلفوا الوالد والوالد والد لا الحمدلله لان لا والله مش على كده خلص هي كده هتبقى مسؤولية كبيرة يعني لو خلفوا انا عندي 18 سنة هيبقى هيبقى ابني مش انك خايف عالسروة لا سروة مين؟ لا الحمدلله السروة اللي سابوها لنا او اللي عملوها لنا اللي انا قلتها لك ابويا طلعنا من الاخر ناش فين وهم طلعتنا من الاخر عندنا الحتة بتاعة ربنا ونخاف على الناس ونخاف على حقوق الناس وكلام ده كله فهما دي الصروة اللي ممكن تكون كسبتها الصروة اللي هم ودوك مدارس علموك بشكل كويس جدا مدارس ممكن تكون ساعاتها اكتر من طاقتهم ولكنها كانت ساعاتها من احسن مدارس في مصر ما كانتش احسنهم فهو دي الصروة اللي سابوها لك انما صروة مدية لا احنا بنعافر في الدنيا لحد دلوقت يوم ما فيه